اليوم جد فخورة وفرحانة بالمشاركة ديالي في هذا المعرض اللي كان اعتبره بمثابة تكريم للمرأة المغربية وكان حاول نوصل من خلال اللواحة ديالي فكرة أن المرأة أن للمرأة دور كبير في استمرارية هويتنا التقافية المغربية نشتغل على موضوع المرأة يعني في جميع اللواحات اللواحات الواقعية ديالي غتلقى المرأة عنصر حاضر فيهم كاملين صفكي أن هذا المرأة ركزت أكثر على المرأة المغربية وعلا علاقتها بتورات وبالتقاف المغربية ديالنا أنا كان ميل أكثر للفن الواقعي مع أنني كنختم حتى الفن الجريدي ولكن أغلب اللواحاتي كنتمي للمدرسة الواقعية لأنني كنحاول نعبر بها أكثر على المحيط المحيط اللي أنا عيش فيها أو اللي عيش فيها المرأة على وجهها الخصوص كتسوى في يعني في أي في جميع الميادين أو في جميع البلدان مشيغي في المغرب فالواقعية هي اللي كتخليني نبرز دوك لزيليمان ديال الكادغ لي عيش فيها المرأة مثلا للاحتي في اللواحة ديالي غتلقى غتلقى بزاف ديال المكونات حاضرين مثلا لباس الحيلة يعني تقدي طريقة تقديم الشاي يعني الأواني الحرف اليدوية هاتش كله كي خصنا باش نوصلوا كيف ما هو يعني كي طلبنا واحد دقة اللي كجيم الواقعي أنا كنت جيد سعيدة بردود أفعال الزوار أجبوهم للتابل وتفعلوا معهم بشكل جميل يعني كيف فرح أنا سعيدة بردود أفعالهم وسعيدة بمشاركة ديالي ككل أنا ما تلقيتش تكوين هي فقط موهبة منذ الصغر واللي سقلتها مع الممارسة مع الوقت إذا قدوا نقولوا أنا فين أنا عيصة مية ولكن هاتش ما يعينيش أنني ما تنفكرش نطلقى واحد تكوين مستقبالا فهاتش غادي يعاونني ويعاوني باش نتقدم في الفن ديالي أكتر وأكتر أنا بهذه المناسبة كان حيي وكان هنق جميع نساء العالم على وجه العموم وكان نهيين المرأة المغربية خاصة وكانت منالها مزيدا من النجاح والتألق مزيدا من العطاء مزيدا من الحضور في جميع الميادين مزيدا من التمتع بالحريات وبالحقوق وكانت منالها كل حاجة زوينة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كانت ضمن هذا المعرض المعرض التشكيلي أنا والفنانة سرى بدأت مشوار الفن ديالي منذ سنة 2016 بعد سلسلة أحداث مؤثرة في حياتي من ثمان طلقت الموهبة ديالي واللوحة ديالي كلهم كان نرسمهم على الأحاسيس ديالي والمشاعر كان نخرج فيهم كل ما بداخلي وكان نعطي فيهم ديميساش بزاف كان نعطي فيهم على المرأة كانت تكلم على الصحراء على الوطن على بلدنا كل ما كل 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 أنا كان الفطري ديالي كله كان حطوه تمامايا كان نرسمه مني تنكون مقلقة كانت تجهد غيال اللوحة ومشي نرسم مني كان نكون فرحانة كانت تجهد غيال الرسم وكان نوجد نفسي فرحانة في الفل في الطريق كانت تكلم على المرأة وكانت تمنى لها التقدم والذيهار لقدام وباش نفاتح على العالم كان عطي ديميساش على الوطن على المجتمع على المغربية كانت تكلم بزاف كانت تكلم بزاف على اللوحة ديالي كلهم لأنهم كلهم تخرجوا بالأحاسيس والمشاعر وهدي الجمهور كل شيء الحمد لله كل شيء كيف رحل اللوحة ديالي عندهم إقبال كثير عندهم إقبال كثير اللوحة ديالي عندهم إقبال كثير هين عندي الإقبال هنا في المغرب وخارج المغرب كل شيء كل شيء تسفتلي وكل شيء تتجو معي على اللوحة ديالي وكانت من الجميع اللي عنده شيء موهبة ديالي ويشاكها مع الجميع لأنه لا بده كل واحد عنده في داخله شيء موهبة اشتركوا في القناة